الفيزا هي أكبر معوق أمام السياحة وإحنا طالبنا بالفيزا الإلكترونية الآن المملكة العربية السعودية تعمل بتطبيق على الهاتف النقال تطبيق اسمه فيزا سعودية أو روح للسعودية إتوا وقاعد ببيتكم تقدم تجيك الفيزا وتروح واحدة من الأعمال الترويجية للسياحة للسعودية 90 يوم تروح تريد تسوي عمره أو غير عمره هذه الإجراءات إحنا مطلوبة عندنا بالعراق كل شي مهمة خليجي من أهم أسباب نجاح خليجي 25 هي الفيزا وتسهيل الدخول صار قرار بيها صار قرار أنه الخليجي يطب بسيارته والإجراءات ما تتأخر خلال يعني دقائق هو مخلص الدخولية ماتة وداخل ورايح أنا بس أرد أسألك سؤال أستاذا في حال أنه ما كان أكو هذا الخليج وكان أكو إيش قرار كان أكو نفس الدخول أبدا أبدا أحنا كنا نقاتل من أجل هذا الشي يعني وطالبنا كثيرا كانت الأسباب في السابق جاء أحد كورونا كان معارضين كثيرين يفتحون الحدود يعني أحنا يعني بضغط شديد من قبل الوزير ووزير الثقافة والسياحة والآثار ومجلس الوزراء والهيئة السياحة يأل نفتح هذا الموضوع شوية هذا الموضوع الفيزا يعني صار بفد خطوات للأمام الفيزا الفيزا إحنا أطلبنا رأسا سوينا كتاب إلى مجلس الوزراء من خلال وزير الثقافة والسياحة والآثار قلنا يا با اعتمدوا الآلية خليت تكون دائمية ليش نمسويها بس خليجي نعم خليت نفتح ليصير مردود اقتصادي حلو للبلد جيد شنو الضير مددوها شهر قالوا أنه راح تدرس الشكل اللي جناد لدراستها وكذا حقيقة سيقول يعني اسمعت من المواطن الكريم أنه توقفت يعني ولكن لا احنا يعني راح نتابع ويا وزارة الداخلية مجلس الوزراء راح نطلب أنه تعتمد بشكل دائمي يعني هذه من أهم المعوقات لمواطني مجلس التعاون الخليجي أنا أفضل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيم في مجلس التعاون يعني واحد هندي جنسية مصري هو مقيم في الخليج ويريد يجي يزور أو يجي مرافق للمواطني الخليجي هم يقدر مادم عنده إقامة خليجية يعامل معاملة الخليجي نعم هذه راح تأكس عكاس ممتاز وجيد جدا على السياحة وفقط على مجال السياحة ومجال الاقتصاد وحتى مجال السياحة نحن اقتصاد السياح اقتصاد العراق بعد خمس سنين عشر سنين سعر النفط يمكن ما يوازي سعر التكلفة الاستخراج رح يواجه مشكلة عويصة لابد انه من الان يعد العدة لبناء البناء التحتية اللازمة من تأهيل المنافذ الحدودية المطارات مالتنا المنافذ الحدودية اقصد الجوية والبرية اثنين هن لا يرقن للزيارات الكبيرة اكو تخصيص مالي بخصوص هيئة السياحة احنا ما عدتكم اي تخصيص مالي احنا تمويل ذاتي احنا يا دوب نجبي الاجازات هذه رسوم الاجازات ندفع رواتب للهيئة